السفير الروسي إلى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف أن المعادلة الأمنية الجديدة لدى البلدين ينبغي لها أن تشمل جميع الأسلحة شدد السفير الروسي على ضرورة التنسيق بين البلدين لمنع نشوب نزاع مسلح قد يصل إلى تصعيد على المستوى النووي مشيراً إلى احتمال عقد اجتماع للوفود الوزارية خلال الأسابيع المقبلة حوار ثنائي حول الاستقرار الاستراتيجي تمخض عن قمة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فرادمير بوتين في يونيو الماضي فما هي أبرز الملفات المطروحة على طاولة البحث؟ بقيادة نائبي وزيري الخارجية لدى موسكو وواشنطن ستنطلق أول جولة الحوار الثنائي حول الاستقرار الاستراتيجي خلال الأسابيع المقبلة وفق تصريحات روسية رسمية على أن يكون تعامل في المجال السيبراني أحدى الأولويات سياغة معادلة أمن جديدة مطلب الروسي آخر لطرحه في الحوار على أن تأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل المهمة لتشمل الأسلحة كافة الهجومية والدفاعية القادرة على حل مهاماً استراتيجية سواء أنووية أو غير نووية منها سفير روسيا إلى الولايات المتحدة كشف أن الحوار سيستهدف دفاع صاروخي وضمان القابلية للتنبؤ وضبط النفس في مجال الصواريخ في ظل وقف العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى إلى ذلك سيتطرق الحوار أيضاً إلى منع سباق تسلح في الفضاء وفي تكنولوجيات العسكرية المزعزة على الاستقرار وتعامل مع الأزمات التي من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد نووي أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري وجود مقترحات مناخية بناءة لدى الولايات المتحدة وروسيا أعرب كيري خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أمله في أن يكون هذا بداية جهد جديد يؤدي إلى إتاحة بعض أفضل الفرص للقضايا الأخرى كيري شدد على الحاجة إلى تحرك الولايات المتحدة باعتبارها ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم وفي أول إشارة إيجابية لتهديئة محتملة للتوتر بين البلدين اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على صياغة تعاون وثيق بشأن تغير المناخ تغير المناخ أحد المجالات القليلة التي يوجد فيها أمل في تعزيز التعاون بين موسكو وواشنطن وفق فينانشل تايمز التي قالت أن هذا الملف ينظر إليه على أنه ميدان اختبار واحد لخطوة أولى في تحسين العلاقات الأوسع والتي يمزقها عن عدم الثقة بسبب الحرب الإلكترونية ومزاعم التدخل في الانتخابات الأمريكية وسنوات من العقوبات المتبادلة التي قطعت العديد من العلاقات الاقتصادية الصحيفة لفتت إلى أن بايدن جعل مكافحة تغير المناخ محوراً أساسياً في رئاسته وجادل بأن الحاجة للعمل مع موسكو بشأن هذه القضية تفوق المخاوف الأخرى بشأن التعاون مع خصم لا دود فينانشل تايمز سلطت الضوء على تصريحات كيري في محادثاته مع وزير الخارجية الروسي في موسكو التي أكد فيها على وجود مساحة للبلدين للتعاون فيما وصف سيرجي لافروز زيارة كيري بالعلام الإيجابي المهم لرفع التوتر بين البلدين تأتي المحادثات في موسكو بعد اجتماع قصير بين كيري ولافرو في نيو ديله في أيبريل ومكالمة هاتفية بين الرجلين في فبراير حيث تقول فينانشل تايمز أن الرجلين يتمتعان بعلاقة قوية مبنية على فترة ولاية كيري كوزير الخارجية بين عامي 2013 و2017 وينظر إليه معلنهما قناة اتصال مهمة إذا أريد للعلاقات بين موسكو وواشنطن أن تتحسن اشتركوا في القناة